موسيقى أهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري يقف حجاج بيت الله الحرام منذ فجر الثلاثاء على مشعر جبل عرفات قرب مكة المكرمة لتأدية الركن الأعظم بين مناسك الحج وسط أجواء شديدة الحرارة وبدأ الحجاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات في ذروة مناسك الحج التي يتوقع أن تسجل أعداداً قياسية هذا العام وأمضى الحجاج وعددهم يناهز مليوني حاج الليلة في مخيمات منا على بعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة ويستمر توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منا إلى مشعر عرفات للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم وذلك وسط استعدادات أمنية وصحية في خبر آخر أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي وآخروا بشضية خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر ثلثاء مدينة نابلوس وذكرت وكلة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلوس أحمد جبريل بأن فلسطينيون أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال شارع سفياً في نابلوس وأخر بشضايا في العين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أحياء عدة في نابلوس وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز واعتقلت ستة فلسطينيين من منازلهم ناقش السفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ونظيره الأمريكي ريتشارد نورلاند تنسيق الجهود لدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نورلاند وفي تغريدة نشرها عبر منصة تويتر أكد أنه ناقش مع نظيره الجزائري أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي بهدف إطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تمهد الانتخابات ناجحة وكذا لحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي وقف إطلاق النار من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك وفي تسجيل صوتي نشره على صفحته في فيسبوك ستثنى حمد من الهدن حالات الدفاع عن النفس من جهته أعلن الجيش السوداني عن قصف مواقع للدعم السريع شرق الخرطوم بعدما استولت قوات الدعم على مقار قيادة الشرطة جنوب الخرطوم وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر أمام ثلاثة خيارات بعد التمرد الذي أطلقه في روسيا وفي كلمة ألقها للشعب الروسي تطرق بوتين إلى تطورات ونتائج التمرد المسلح الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة وأكد أن مقاتلي فاغنر وقادتها أمام فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون أو العودة إلى عائلتهم أو المغادرة إلى بيلاروسيا قتل أكثر من ألف مدني أفغاني في تفجيرات وغيرها من أعمال العنف منذ مغادرة القوات الأجنبية البلاد وتولي طالبان السلطة في 2021 وذكرت بحثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقرير صدرت ثلاثة أن ألفا وخمسة وتسعين مدنيا قتلوا وأصيب ألفان وستمائة وتسعة وسبعون آخرون في الفترة ما بين الخمس عشر أوت ألفين وواحد وعشرين ومائي ألفين وثلاثة وعشرين ختام الموجة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة